الأنفاس محبوسة والتكهنات لا حصر لها بشأن موعد وطريقة الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل آخر التقديرات نقلها موقع أكسيوس عن لنا أمريكيين وإسرائيلين أكدوا خلالها أنهم يتوقعون هجوماً إيرانياً على إسرائيل غداً الإثنين فيما أشار المسؤولون إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله يخططان لهجوم منسق أم سيعملان بشكل منفصل كلناً عن الآخر فيما نقلت جيروسليم بوست عن مصادر استخباراتية غربية توقعها بأن يكون الهجوم الإيراني المتوقع أن يقع عشية الثاني عشر من أغسطس تزامناً مع ما يسمى بذكرى دمار الهيكل الذي يوصف بأنه أكثر الأيام حزناً لدى الإسرائيليين للمزيد نحاول أن نستطلع نجس نبض المنطقة كلها طالما أن المنطقة كلها مهددة أيضاً بالفعل ورد الفعل ينضم إلينا الآن من القدس محرر شؤون الإسرائيلية نضال كنعنة من الجولان مراسلنا فراس لطفي من مرجعيون في جنوب لبنان مراسلتنا دارين الحلوة ومن عمان مراسلنا نايف المشاكبة وعدن من عدن مراسلنا ياسين الردوان وأخيراً من واشنطن نطل من هناك مع مراسلنا مجدي يازجي سأبدأ معك نضال بالطبع هنا في خلافات في الحكومة في مظاهرات هل التهديدات هذه خففت من التظاهرات على الأقل كيف هي الحياة في الشارع الإسرائيلي اليوم في ظل هذه التهديدات نعم يوسف أولاً إسرائيل تعرف شيئاً واحداً على الأقل عن هذه الضربة بأنها آتية لكن سوى هذا لا تعرف شيء لا تعرف متى ستكون ولا ممن بالضبط هل ستكون موحدة أم لا بماذا سيتم تنفيذها وفي أي وقت هناك من يتكهن بأنها ستكون في التاسع من آب وهناك من يتكهن بأنها يوم الثلاثاء وهناك من يقول ربما يوم الاثنين لا أدري مع الحلقين ربما يعني كل التكهنات موجودة في إسرائيل من جهة أخرى إسرائيل تحاول تهديئة الشارع الإسرائيلي والناطق بلسان الجيش يقول بأن لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية ومن جهة أخرى الحكومة الإسرائيلية تفتح ملجأ الحرب الشاملة ملجأ يوم القيامة تحت مباني الحكومة في القدس بانتظار حرب شاملة وبالتالي هناك الكثير من التناقضات والحكومة ما بين تهديئات الشارع وبين الاستعداد لحرب شاملة والشارع الإسرائيلي ضائع ما بين الاثنين أغلب شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل إسرائيل كانت تعود شركات الطيران التي ألغت رحلاتها الآن الإعلام الإسرائيلي يعد ما تبقى من هذه الشركات بدل من ذهب من هذه الشركات وبالتالي الآن هناك مشاورات أمنية قبل ساعة تقريبا وزير الدفاع أجرى مشاورات أمنية من أجل كيفية الرد على أي سيناريو والآن نتنياهو يجري مشاورات فيما يتعلق بالتظاهرات نتنياهو أفشل المفاوضات وللتأكيد على أن شروطه الجديدة ستفشل المفاوضات وإن لم تنجح فاليوم أضاف شرطا آخر للتأكيد على خرابها وهو استبعاد أو نفي كل الأسرى المحررين إلى خارج الأراضي الفلسطينية طيب هذا فيما يتعلق بالشارع الإسرائيلي قبل أن نذهب إلى الجولان إلى مرجعيون معك دارين حلوة في المقابل في لبنان كيف يبدو الوضع؟ هل في استعدادات؟ هل في قلق مشابه من أن يكون هذا الموضوع ليس مجرد ضربة أو رد وإنما تنفجر حرب تطول؟ نعم يوسف بالفعل هناك قلق كبير ليس من رد حزب الله وإنما من رد إسرائيل على رد حزب الله على اعتبار أن التصريحات الإسرائيلية المسؤولين الإسرائيليين الذين هددوا منذ بداية هذه الحرب بإحراق بيروت تركوا في اللاوعي الجماعي لدى اللبنانيين رغبة لدى إسرائيل بتدمير كبير في لبنان إن توسعت هذه الحرب لذلك هناك حركة نزوح من بعض المناطق والأحياء في الضحية الجنوبية هي ليست حالة كبيرة لكن هناك بعض الأهالي غادروا منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا نحو الجبل تحديدا من محيط الضحية حتى من داخل بيروت وهي بيروت يفترض أنها بعيدة عن أي أهداف يمكن لإسرائيل أن تستهدفها لكن القلق كبير من غموض ردة الفعل الإسرائيلية الكثير من الناس يبحث عن مناطق وشقق في شمال بيروت للتواجد في مناطق أمناة في حال توسعت هذه الحرب وطالما أن حزب الله أمين عام حزب الله تحدث عندما كان يرثي فؤاد شكر قال إنها حرب مفتوحة الأمور بدأت تتحول أو تحولت نحو منعطف آخر هي مفتوحة على كل الجبهات ما عاد هناك من مناورة للقول بأن هناك قواعد اشتباك أو غير ذلك هي معركة إذن هي حرب مفتوحة حركة المسافرين المغادرين اليوم في مطار بيروت لفتة جدا خصوصا في هذه الساعات مع التقديرات التي تحدثت عنها عن أن هناك تقديرات تتحدث عن أن الضربة قد تكون فجر اليوم لذلك هذا القلق مستمر في ظل الغموض الكبير طيب إلى الجولان على الطرف الآخر هنا مع فراس لطفي الجولان انطلقت من هناك كل شيء إذا كان ما نتحدث عنه من توتر حالي آخر نقطة فيها كان سقوط الصاروخ في الملعب في الجولان وأيضا هي من الجبهات التي قد يعني تدخل منها المسيارات أو الصواريخ الإيرانية كيف يبدو الوضع في الجولان شعبيا وسياسيا أيضا نعم يوسف يعني كما ذكرت هنا رسمت نقطة التحول في المواجهة ما بين الجبهة الشمالية وما بين جنوب لبنان في مجدى الشمس حيث ناقف هنا والتي لا تزال تتشح بالسواد على مقتل 12 طفلا في ملعب البلدة هنا ولكن بالنسبة للأجواء هنا في محيطنا هي ترقب ومخاوف من أن تندفع الأمور نحو مواجهة إقليمية يجدوا نفسهم تحت نيران مستمرة لأسابيع مقبلة ولكن في المقابل يعني ما نراه اليوم بأن دائرة المواجهة الروتينية اليومية التي تلتزم بقواعد الاشتباك التي ذكرتها الزميلة دارين لا تزال على حالها رغم أنها توسعت قليلا لتستهدف اليوم بيت هلل مثلا بصاروخ وسقوط صاروخ آخر على كريات شمونة التي نزل فيها صاروخ ولم تدوي صافرات الإنظار فيها ولكن بالمقابل في إسرائيل يجري البحث من أعلى المستويات على موعد أدوات وكيفية ويعني هل الرد سيكون متزامنا لأكثر من جبهة أم لا كل ذلك في اتجاه أن إيران وهم يصدقون التهديد الذي خرج من إيران وخرج من حزب الله سيكون ردا حاسما وقويا وسيكون ردا مؤلما كما قالوا وبالتالي الكل يستعد لهذه الضربة ولكن بالمقابل هل ستستعيد إيران قوة ردعها من الضربة المقبلة والمخاوف الأكبر في إسرائيل حقيقة يوسف أن يصبح هذا الرد كسرا وتفجيرا لقاعدة الاشتباك لتصبح قاعدة متشتتة متشضية تدخل فيها مناطق جغرافية جديدة كحيفا وتل أبيب وتصبح أمرا روتينيا بالنسبة لإسرائيل وقد هذا يدفع بن يمين نتنياهو نحو حقيقة بضرورة المواجهة الشاملة وهو الذي اليوم يرفض ويضيف شروطا جديدة لصفقة التبادل التي قد تبرد الأجواء وقد تطفئ نار الحرب التي تقترب شيئا فشيئا من هذه المنطقة طيب إلى العمان نايف المشاكب اليوم الأردن بالطبع كان لها تجربة مريرة عندما قصفت إيران المرة المسابقة إسرائيل هذه المرة يبدو أنه في جهد دبلوماسي استباقي وزير الخارجية الأردنية فبداية الشارع الأردني كيف يتفاعل مع الموضوع وهل الحكومة فعلا أخذت تدابير استباقية هذه المرة حتى لا يتم سوء استغلال الموقف الأردني وسوء تفسيره من قبل البعض يوسف بالنسبة للموقف الشعب الأردني هو داعم للقضية الفلسطينية داعم باستمرار للحقوق الفلسطينية وداعم لوقف الحرب وداعم لإجلاء الاحتلال الفلسطين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة رسميا وزير الخارجية الأردني منذ أيام قال أن الأردن لن تسمح بأن يخترق أي أحد سماءها ولا أن يتم التجاوز أو التعدي على حدودها وهذه كانت رسالة واضحة خاصة عند الثالث عشر من أبريل الماضي عندما قامت إيران يوسف بمهاجمة إسرائيل التي استخدمت الأجواء الأردنية ولكن الأردن وقتها قام باعتراض هذه المقذفات التي سمتها الحكومة الأردنية وقال أن ذلك دفاعا عن أمن مواطني الأردن ودفاعا عن سيادة الأردن اليوم وزير الخارجية الأردني يذهب إلى طهران ليوصل هذه الرسالة بشكل مباشر وبدون أي وسطات وبطريقة مباشرة إلى المسؤولين الإيرانيين إلى الرئيس الإيراني وأيضا إلى وزير الخارجية الإيراني بيئة الوكالة من أن الأردن صحيح أنه حمل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني تتعلق بالعلاقات وتطويرها ولكن أيضا وزير الخارجية تحدث لتلفزيون الرسمي الإيراني وقال أننا نقشنا تجاوز الخلافات بشكل وضوح بشكل شفاف وبكل وضوح وبن أجل بناء منطقة آمنة ويعمها الأمن والسلام يوسف هذه الكلمات يأتي تحتها عنوين كثيرة وتفاصيل كثيرة الأردن يقول المراقبون هنا وأنا لا أتحدث عن معلومات رسمية يقول المراقبون أن لديه مؤشرات على أن إيران قد تلجأ مرة أخرى إلى استخدام أجوائه أو تقوم بضرب إسرائيل من أجوائه لذلك كانت الرسالة واضحة اليوم يحملها إلى طهران بضرورة تخفيف التصعيد طبعا التخفيف التصعيد ليس بالنسبة لإيران فقط أيضا بالنسبة لإسرائيل هذا من منظور الدفنوماسية الأردنية وهذا ما تم مناقشته خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي قبل ساعات وقال الملك عبد الله الثاني أختم يوسف من أنه أعضره التخفيض بدل جهود دولية لخفض التصعيد في المنطقة وأيضا خفض التصعيد الإسرائيلي وحد الجانب ووقف الحرب وإدخال المساعدات وبقية الشروط التي يجب أن تتم من أجل أن يعمل الاستقرار ياسين الردوان قبل أن نختم بواشنطن منذ فترة تهديدات الحوثي تراجعت قليلا بعد ضرب بناء الحديدة وبعض ضربات أخرى أمريكية لكن هل هناك استعدادات هل هناك تحركات تشيب أن الحوثي ممكن أن يشارك في هذا الرد الإيراني نعم يوسف ربما الموقف الحوثي أكثر تقدما من المواقف الأخرى لأسيما بعض الضربات لمحافظة الحديدة والمينائها الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيون الحوثيون يتحدثون عن استعدادات تجري في هذه الأثناء للرد على ضربة الحديدة وعلى أيضا اغتيال قياد في حزب الله وكذلك إسماعيل هنية في حماس وقالوا أنهم منذ وقت أن الرد حتمي وأنه سيأتي عبر زعيم جماعة الحوثيين الذي قال أن المتغيرات ستسوء الإسرائيليين وكذلك ستسوء الشامتين من العرب الذين قالوا أنهم لم يحركوا ساكنا إذا ما يحدث لغزة بينما أتت في هذه الأثناء متغيرات ومؤشرات ربما تقرأ على عمليات تجريها الولايات المتحدة لرصد تحركات جماعة الحوثيين ويأتي ذلك بعد لقطات وزعتها جماعة الحوثيين لما قالت أنها طائرة سابعة تم إسقاطها وهي من نوع مكيو ناين طائرة أمريكية مسيرة في أقواء محافظة صعدة التي تعتبر معقل الحوثيين الرئيس في الاتجاه الشمالي وكذلك عادت العمليات البحرية لاستهداف إحدى السفن في الاتجاه الشرقي من مدينة عدن جنوبي اليمن على بعد 125 ميلا بحريا وأيضا عملية أخرى على بعد 170 ميلا بحرية لنفس هذه السفينة ونشى بحريق في هذه السفينة بعد توقف منذ الضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة إذن هناك تقدم وهناك يجري العمل في هذه الإثناء لنوقف حوثي متقدم ويقول أيضا عدد من المراقبون العسكريون أن إيران ربما قد تراهن على الحوثيين لتوقيه ضربة قوية وقاسية باتجاه إسرائيل لانعدام ربما الأهداف باتجاه أو الأهداف العسكرية للحوثيين في الأراضي اليمنية وليكون لا توجد هناك بنك من الأهداف التي يمكن استهدافها نعم ياسين وهناك أيضا مراقبون وسياسيون يتوقعون أن يتم استهداف مطارات مدنية في صنعات التي تقع أيضا تحت سيطرة جماعة الحوثيين طيب ياسين اسمح لي سأذب إلى واشنطن يبدو أنك لا تسمعني إلى واشنطن مع مرسلنا مجدي يازجي مجدي نختم معك يعني هنا كيف تتابع واشنطن كل هذا الأمر أرسلت سفنها الحربية إلى شرق المتوسط بايدن يعني خطابه كان يعني فيه بعض الانتقاد واللوم لنتنياهو لا نعرف إذا كنا نصدق هذا الكلام أم لا لكن هل واشنطن تعتقد بأنه الأمور ستخرج هذه المرة عن السيطرة أم سيكون فيه إمكانية ترتيب يعني الرد مثل ما حصل في المرة الماضية يوسف يبدو أنه يجب لا نصدق هذه التسريبات وهذه المقالات الصحفية التي تنشر هنا وهناك لأن البيت الأبيض خرج قبل ساعة جون كيربي منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي ليقول أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على قلب رجلا واحد عندما يتعرض الأمر لمواجهة إيران نعم هناك خلافات قد تكون شخصية ما بين نتنياهو وبايدن وتعود إلى عقود من الزمن الرجلين يعرفان بعضهما البعض منذ أربعين سنة وبالتالي هذه النقطة النقطة الأخرى كيربي بحد ذاته يقول قبل قليل في تصريحاته بأن الولايات المتحدة أثبتت بالتصريحات وكذلك بالأفعال أنها ستدافع عن إسرائيل وبالتالي تحرك حاملة الطائرات الأمريكية ووجود المزيد من أيضا الطائرات المقاتلة الأمريكية في المنطقة ووصول الجنرال مايكل كوريلا قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إلى المنطقة وزيارات مكوكية من هنا إلى هنا كلها تصب على ما يبدو في هذه الخانة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر للأسوأ علما أن تسريبات أخرى أشارت إلى أن إيران رفضت الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتخفيف من حدة ردها المتوقع يوسف واضح أشكركم جميعا شبكة مراسلين من واشنطن مجدي يازجي من عدن ياسين الردوان من عمان نايف المشاكبة من مرجع عيون في جنوب لبنان دارين الحلوة ومن الجولان في راس لطفي ومن القدس محرر شؤون إسرائيلية في سكاينيوز عربي نضال كناعنا شكرا جزيلا لكم جميعا